السلام عليكم هذا الفيديو رد على فيديو قاسم عن قسف السماء مودة الحلقة 13 دقيقة ونبدأ على بركة الله أول دقيقتين كانت مقدمة بعدها عرض الآية التي تتحدث أن السماء بناء واستعرض التفاسير وقال لك أن التفاسير تحكي أن السماء مخلوق حقيقي مش فراغ عبثي أولا السماء ليست فراغ فقط بل تتكون من نجوم والكواكب وقمار والسدم وغيرها ثانيا موضوع أن الفراغ عبثي هذا غير صحيح لا يوجد أفضل من الفراغ لتكوين السماء لسبب بسيط لو كانت السماء فيها أي مادة الأجرام ما رح تستطيع الحركة فيها الفراغ يسمح لها بالحركة بدون احتكاك بينما لو كان فيها صخور ولمياه فالأجسام مثل الشمس والقمر والكواكب ما رح تتحرك بها بسبب الاحتكاك العالي فالفراغ ليس عبثي بل أفضل شيء ممكن للسماء ثالثا هو استشهد بتفسير ابن كثير أن السماء قبة فحطوا ببالكم هذا الإشيء لأنه رح نستخدم نفس التفسير بنفس السطر ضده بالدقيق أربعة يحكي عن الآية التي تذكر أن السماء بنيناها بأيدن وأنه لموسعون ويقولك الناس يستدلوا فيها كدليل على الانفجار العظيم وهذا الشيء غير صحيح لأن التفاسير تحكي شيء آخر وأنا أتفق معك أنا ضد تأويل الآيات لأن موسعون هون معناها السعة في الرزق حسب معظم المفسرين فأنا أتفق معك أنه على الأغلب الآية ما لها علاقة بالانفجار العظيم بالدقيقة خمسة يتحدث عن الآية التي تذكر فتحنا أبواب السماء بماء منهمة وقرأ تفسير ابن عباس أنه المياه نزلت بدون سحاب ويقولك أنه الماء ما له علاقة بدور التبخر المياه وأن السحاب ممكن يكون له دور بالمطر لكن المطر من ماء حوض السمك اللي فوق وفقط الجاهل اللي يحكي أنه المطر بسبب تبخر المياه لأنه كيف المطر بالشتاء أكثر رغم أنه التبخر أقل وما في كميات كافية من بخار الماء لتغرق المدن أولا تفسير ابن كثير اللي نقل كلام ابن عباس كان يتحدث عن معجزة واللي لو نرجع بسياق الآية كان يتحدث عن قوم نوح فنزول الماء من السماء العليا هو استثناء للمعجزة ثانيا من الذكرين لما قلت لكم احفظوا هذا السطر لما استشهد بابن كثير نفس السطر نفسه يحكي ابن كثير أنه أنزلنا من السماء ماء المراد بها السحاب تمام يعني ابن كثير يحكي أنه الماء من السحاب ثانيا موضوع أنه المطر بالشتاء أكثر هذا منطقي لأنه دورة المطر مش بس تبخر إنما تبخر وتكاثف فالتبخر بالصيف أكثر نعم لكن ما فيه تكاثف أنت تحتاج طقس بارد لتكثف هذه المياه بالنسبة أنه ما فيه كمية مياه لتغرق المدن المشكلة يا صديقي أنت لما تشوف غيمة تفكرها بحجم بيتك ولا بحجم سيارة بالواقع حجم الغيمة أكبر من ما تتخيل فسمك بعض الغيوم يصل لثمنتعشر كيلو متر متخيل وفيه غيوم تغطي دول بالكامل فطبيعي جدا تحتوي على مياه تغرق هذه الدول ثانيا من أين لهم هذه المياه في الغيوم الجواب التبخر لأرض سبعين بالمية من مساحة سطحها مياه فطبيعي المياه تتبخر بالصيف وتتكاثف بالشتاء أو يكون فيه تبخر في مياه فصل الشتاء واللي ما بتعرفه أنه فيه فرق بين الغليان والتبخر فممكن المياه تتبخر بجو بارد مثال نجيب كاسة مياه وحطها في جو بارد رح نشوف أنها تتبخر المياه رغم برودة الجو الآن ننتقل لجزء أنا صراحة مستحي أحكي فيه وهو أدلة أن المطر من الغيوم نقسم قسمين علمي وديني العلمي هو لو طرت في طائرة ودخلت في غيمة رح تلاحظ أن الماء تكاثف على شباك الطائرة بالإضافة الطائرة تصبح سطح تتكاثف عليه المياه وتنزل كالمطر دليل رقم 2 الاستنطار وهي عملية رش بعض الأملاح لتتكاثف عليه المياه فإذن الماء من السحاب مباشرة ثالثا كل فيديوهات المطر واضح أنها من الغيمة نفسها ما عمرك شوف مطر بدون غيوم ننتقل للأدلة الدينية وأنا أتوقع أنها تهم قاسم أكثر من العلمية هذه الآيات من القرآن يذكر فيها أن المطر من الغيوم وبعض الآيات تذكر أن الهواء إلو علاقة بالمطر ثالثا التفسيرات رغم أنه أنت حكيت فقط الجاهل اللي يقول أن المطر من تبخر المياه إلا أن كل المفسرين يجمعوا على هذا الشيء يقول ابن تيمية ماء السماء من السحاب والله ينشؤه من الهواء الذي في الجو وما يتصاعد من الأبخرة حرفيا ذكر أن المطر من بخار الماء نفس الإشي ابن القيم ذكر أن الرياح تحمل الماء وتحمله من البحار وتنزلها كمطر لذلك البلاد القريبة من بحر معظمها أمطار تخيل شخص قبل ألف سنة يعطيك دليل على أن المطر من الغيوم وهذا نضيفه على قائمة الأدلة العلمية صراحة حزين على المستوى أنه نثبت أن المطر من الغيوم وتبخر البحار لكن نكمل بالدقيقة السادسة يتحدث عن رحلة الإسراء والمعراج وأن أبواب السماء فتحت لسيدنا محمد لكن أين هذه الأبواب في الفضاء؟ بعيدا إنها من الغيبيات فقبل شوي أثبتنا أن كلمة السماء في القرآن مرة معناها غيوم ومرة معناها الكون ومرة معناها السماوات العليا اللي ما نعرف وينها لأنها من الغيبيات والحديث يتحدث عن السماء العليا اللي هي من الغيب في الدقيقة ثمانية يحكي لك أن في فيديوهات من الكرتون يلمحوا لحقيقة أن السماء حوض سمك مش مصدق أني رح أرد على هك دليل ليش سيمبسون استخدم هذا الشيء لكن يلا بينا هذا الكرتون سيمبسون وفاميلي غاي وغيرهم الكرتون يستهزئوا بالأديان فالكرتون كان يستهزئ بالأديان التي تذكر أن السماء حوض سمك ويا كثر الأديان اللي ذكرت هذا الشيء فسيمبسون ما كان يلمح لهذه الحقيقة إنما استهزاء بعدها عرض فيديو لهيليري كلينتون تحكي عن الصقف الزجاجي والرد هذا مصطلح سياسي عن وصول المرأة للمناصف القيادية ما له علاقة بحوض السمك وتقدر تتأكد لما تذكر لك أرقام يعني إيش فيه 18 مليون شق بالسماء هذه أرقام الوظائف الجديدة للنساء بأمريكا ما لها علاقة في حوض السمك تبعك بالدقيقة 9 يحكي أنه فيه مسؤول عن رحلة أبولو 11 كتب في قبره آيات من الإنجيل تمدح خلق السماء والأرض لكن المشكلة أن الآية ذكرت كلمة firmament واللي معناها قبة فهو يؤمن بها خلنا نكون ورحين ونحط شو الاحتمالات لهذا الشيء الاحتمال الأول أنه هو طلع القمر واتشف أنه ما فيه حوض السمك بالسماء وبنفس الوقت هو مؤمن بالإنجيل ولما مات كتب آية عن حوض السمك وناقض نفسه نقطة ثانية هو فبرك هاي الرحلات هو شخص سيء لكن لما مات ناقض نفسه وبيّن أنه شخص مؤمن ويستشهد بآيات الإنجيل الاحتمال الثالث هو الرحلة كانت حقيقة وكلمة firmament لها معنى ثاني مثل السماء وهذا الاحتمال الوحيد المنطقي في الدقيقة عشرة يحكي أنه فيه عمليات نووية حدثت وحاولت كسر القبة الزجاجية واسمها عملية حوض السمك أغلى ما أمزح اسم العملية عملية حوض السمك وقال لقاسم هاي العملية تلميح لحقيقة أنه في السماء قبة زجاجية وهاي العملية كان يحاولوا يخترقوا فيها هذه القبة أولا العملية كانت استعراض عسكري في السماء ثانيا شكل الانفجار يثبت أنها انفجرت بشكل حر لم تصطدم في قبة معينة ثالثا الانفجارات بعضها كانت على ارتفاع 18 كيلومتر ليش يفجروا على هذا الارتفاع رغم أنه ما فيه قبة ولا تقول لي لا ممكن القبة تكون على هذا الارتفاع لأنه حتى بالونات الهيليوم اللي يطلقوها جماعة حوض السمك تكون على ارتفاع 30 كيلومتر وما فيه قبة زجاجية وأخيرا ليثبت أنه هذا استعراض عسكري أنه جزء من العملية كانت في منتصف المحيط فشو العلاقة؟ هذا الأمر غير منطقي لو كانت تجارب قصف لحوض السمك لكن منطقة جدا لما نحكي أنه مجرد تجارب نووية في المحيط لما خافوا من التلوث الاشعاعي على السمك صاروا يقصفوا في منتصف السماء فقط لا أكثر الآن النقطة اللي ممكن أتفق فيها معك الاسم الغريب وهو عملية حوض السمك اسم غريب صح؟ لكن هذا الاسم يبطل غريب لما شوف أسماء العمليات في أمريكا كيف شكلها مثلا ترميز لوقوع قنبل نووية بالغلط نسميه السهم المكسور لما بدك تغزو كمبوديا نسميها عملية الفطور آه ما لها علاقة بدك تهاجم ألمانيا تسميها عملية شوشو اللي هي تلحين أغنية بدك تجند جنود ألمان بعد الحرب تسميها عملية الدبوس والورق بدك تهاجم جزر جورجيا تسميها عملية الأظافر بدك تدخل بالهندوراس تسميها عملية اللحم المفروم انتهت الحرب وبدك ترجع الجنود تسميها البساط السحري فرنسا بدها تهجم نسمي العملية الفصولية الحمراء في أسماء غريبة مثل قفص القندس وحفار الألماس وعملية الغداء والعشاء وخطف الفايكينغ أتوقع الفكرة وصلت أنه ما في أي رابط بين الأسماء والعمليات لكن ربما كان يستهزئوا بجماعة حوض السمك أنا ما عندي دليل على هذا الإشي فخلاصة آخر نقطة العملية تقدر تتأكد أنها طبيعية من خلال أولا شكل الانفجار ثانيا ارتفاع بعض الانفجارات ثالثا أن بعضها كانت في المحيط للتأكيد أنا ما أكن أي عداوة لهذا الشخص وأتمنى أن يراجع المعلومات اللي عنده وبس والله شكر خاص لكل اللي دعموا القناة سواء دعم الماسي أو ذهبي أو فضي وإذا أنت كمان حاب تدعم القناة رح ترك لك الرابط لانتساب في الوصف والشكر أيضا للدعمين على بيبال ترجمة نانسي قنقر